اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاتحاد هنا بجهة الرباط سلام كل ما يترى وأيضاً من أجل التواصل مع المؤسسات التي نعنى بالجهة هنا بالرباط وأصلاً بمعنى المؤسسات المتخصصة والتي تتدخل في المقاولة الداتية وتستطول المقاومين الداتيين نحن نضرب بصفة عامة الهدف دينا هو في الجمعيات الاتحاد الوطن المقاومين الداتيين وهو الترافع والدفاع وخلق مشاريع ربحية التي تزيد في المدخول الفرضي المقاومين الداتيين وزائد هذا الشيء هيكلات القطاعات غير مهيكلة لنعطيهم على الفرصة باش إن شاء الله أنهم يندمجوا في الطورة الاقتصادية الوطنية باش يكونوا ختام المحترق اللي هي قانونية وزيد على ذلك أنهم باش إن شاء الله يستفدوا من جميع الحقوق ويستفدوا منها المقاومين أو جميع المقاومين باختلاف الأشكال والأعجاب كما كنت تعرفوا أن إن شاء الله يأتيوا على الوش كبير وهو التغطية الصحية والطمان الاجتماعي لجميع الفئات منهم المقاومين الداتيين نحن هنا في اتحاد الوطن المقاومين الداتيين هنحاولوا كنحاولوا باش إن شاء الله ندخلوا جميع القطاعات المهيكلة تحت هذا الإطار هذا اللي هو إطار المقاومين الداتية باش إن شاء الله يكون الاندماج ديالهم بسريع ويستفدوا هما والعائلة ديالهم في تغطية الصحية والتعوذة العائلية نحن جيد سعادة بحضور معكم اليوم في الجامع التأسيسي للمكتب جهات ربات سادة القنيطيرا أولاً كنقدم شكر ديالنا للسيد الرئيس راشيد بلوش للتقال اللي يبرع فينا وكنشكر أيضاً الأعداء اللي انتخبوني كرئيسة جهوية لجهات سادة ربات القنيطيرا من ضمن أهداف ديال الاتحاد المقاومين الداتيين هو ترافع المقاومين الداتي وأيضاً خلق فورة الشغل وخلق أيضاً فورة الشغل مع استثمارات دولية وخاصة وأيضاً خلق شركات مع شركات إن شاء الله وأيضاً تنظيم ورشات تكوينية وبرامج تدريبية تحسيسية من أجل تقوية مهارات المقاومين الداتي إن شاء الله